بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبائي تابعين الزراعة النهاردة ان شاء الله دامت معانا سماد اه الفسفات المعدل اللي هو احنا بنسميه الصوبر ناعم ده اه كفرة زيات وده بيكون اه حية يعني جودته قويسة اه الشكر عاديا من خمسين كيلو معانا اه دايما اه اي زراعة بنستخدمه فيه اه في تيهزه التربة معانا وده مهم جدا لان طبعا بيحتوي على اه نسبة فسفور واحنا عارفين الاخص يعني اه الفسفور ده طبعا احنا مهم جدا لتثبيت الظهر معانا بندردبه في الخط زي ما احنا شايفين ما بتحطش في سمادة ده السمادة الوحيدة اللي سمادة بنبدرها عادة في الارض ما بيزعلش في حاجة اه لو الارض عندنا مسطحة عادة بنبدرها او لو هي اه معمولة زي ما احنا شايفين مصاطب او خطوط بن اه بندردبه في الخط في الشكل ده هو طب المعدلات قدية المعدلات على حسب الامكانيات يعني كل ما تزود كل ما بيكون افضل يعني اه ممكن لو عايزين نرمي مسلا الفدان اه نصف طن اه ما فيش مشكلة لان اه تثبيت النوار من العوامل اللي هي اه مهمة جدا اه وباللاحظ بالاخص يعني ان فيه اه اه في الطماطم وفي الفلفل وفي جميع الحاجات اللي هي الخضروات اه مهمة جدا واحنا شايفين السنادي الناس كلها بصراحة بتشتكي من الليف لان فيه ناس كتير زرعته السنادي يعني فيه الناس ما كانتش تعرف عنه حاجة السنادي وصراحة يعني والسنة اللي فاتت فيه كميات وبيشتكي بالذات من اللوف اللي هو بيصفر وبعتلي على القناة اللوف اللي هو بيصفر زي ما احنا شايفين ده هو اه ده من الحرارة العالية لان معظم الناس سنادي زرعت بدري شايفين كميات انا عندي مش هقول لك مفيش عندي لا ولازم اي مزرعة يكون فيها الليف اللي هو الناشف ده اول ده كده خلاص اه النمو بتاعه خلاص واقف على كده فنحاول ان احنا نشيله ما نسوهش موجود عشان ما يمتصش غزة لان هيدخن ومش هيجبر عن كده وهيطلع في الاخر اه كارتة يعني هيبقى الكوز بتاعه صغير وده ما بيباش مرغوب في البيع يعني ما يعني ما فاحنا نشيله وما نسوهش في الشجر عشان ما يعجزهاش اه بنعرفه ان هو بيبقى من تحت اه بيبقى فايع شايفين الكوز اللي هو كويس بنلاقيه من فوق زي تحت كلاته بمستوى واحد اه بالنسبة اه لحجمه اه معنا شايفين الفلفل ده طبعا مهم جدا تحت الليف لان اه اه الحاملة بتاعته بتفيد معنا اه الجزور بتاع الليف معنا اولا من شهر طرح ما شاء الله في شهر التسعة اولا اولا مفروض يعني شهر تسعة بتدي الجوي طرح بيرم طرح وفي ناس بتبعتلي بتقول لي فيه زهر بيوع الظهر ده يا جماعة الظهرة اللي هي الزاكر وانا اتكلمت في فيديوهات كتير عالقناة لو هتبحثهم هتلاقي ان الزهرة الزاكر دي اه ما لهاش دعو بالصمرة ما لهاش دعو كوز الليف لان دي كل كوز اه ليف بيطلع بيطلع معها مجموعة زهر زكر اه وانا اتكلمت عليها ان احنا اه كل بتفتح بالليل وبالنهار مع الحرارة عالية بتسقط اه بيبوا مجموعة اه مجموعة زهر وكل يوم او يومين بيتفتح واحدة منهم مع كل اه صمرة لوف بيبقى موجود القرف الزاكر دوا اللي بحصل منه عملية التلقيح عن طريقة حشرات او النحل طوام في كمية نحل جامدة اه بالنسبة للوف اللي اه ما كاملش كلام اللي هو بيصفر معنا اه ده من الحرارة العالية لان كل اللي زرع متأخر السنة دي في شهر خمسة او في اول ستة ما شاء الله الليف عنده كويس اه في ناس زرعت من شهر اه من خمستاشر تلاتة وفي ناس اه زرعت في شهر اربعة انا زرع اول اربعة يعني نقول عندي اه الحد لله متوسط كويس نحاول نقعد الليف اللي هو بيبقى متعلق معنا على الاوراق والشجار زي ما احنا شايفين لانه الاول ما صمرة اللوف بتطلع بيطلع معنا لفوق اه فما بتجبر شوية معنا بتبتدي ان هي تنزل معنا لتحت فلو لقت حاجة حتى منها بتعلق عليها وبتتنى وتتعوج زي ما انتم شايفين بالمنظر انتم شفتوه ده اهو فاحنا دايما نلف في المزرعة اه اي ورقة نشفة نحاول ننزلها اي ورقة صفرة يعني ما نسيبهاش لان دي بتقدر لجنبها يعني احنا لو هنلاحس كده ورقة صفرة بص الورقة اللي جنبها هتلاقي بتبقى ايه جزء فيها يصفر وبتنشف اللي جنبها فاحنا نشير كل الاوراق ديا ونطلعها ايه برة المزرعة او عادي بنسبها في الارض كده كده بتدوب بتوب بسماد معنا في الارض ما بتزعالش الطلح السنة دي يعني الناس بتشتكي منه بصراحة بس الحمد لله يعني احنا في شهرة تسعة اول انا مخففه السنة دي ممكن انتم شايفين المزرعة من وراء خالص يعني ما كساش عرش اه زي السنة اللي فاتت معايا لان انا بصراحة يعني اتخنقت من العرش اليامة لانه بيسبب برضو بياض وحشرات يامة بتسكن فيه مهما الرش ما بيباش اه كويس معانا فاحنا نحاول ان احنا نخففها نزرعه على اه تمانية متر السنة دي ما بين الشجرة والشجرة او الجورة والجورة اه تمانية متر معايا انا اخر السنة دي على رغم ان ما فيش معانا عشر زي ما انتم شايفين بس الحمد لله فيه سمار موجودة وده اه فضل من ربنا يعني اه الاحجان برضو كويسة نحاول برضو كل السمار دي انا الزغيرة دي نشيلها طب لو احنا لقينا عندنا اه السمارة بتنزل وفيها نحناء يعني مع وجهة زي اللي فيه دي كده بس ان مبتحها كويس يعني اه من فوق زي تحت وفيها اه حكاية العواجان دي او نلاقي فيه ترشقة في الكوز نلاقي الكوز فتح كده من بعضه وترشق ده بمناقصة كالسام يعني نحاول نرش كالسام ونحط في الري برضو كالسام فيه نطرات كالسام بتتحط اه اسناها راي وفيه رش بنرشه اه بعد الري على طول فنحاول ان احنا نستخدم الاتنين يعني نحط دي معانا الزهرة معاليش انا هتكلم عليها الزهرة الانساء بتطلع من كوزه اللي بزت نفسه وده مهتوقعش يا جماعة عشان الناس اللي بتفكر الزهرة طوعة دي ان هي دي اللي بيطلع منها الصمرة وكله بيقع وما بيطرعش لا الزهرة الزاكر بتطلع من الكوز اللي هو بعد ما بيوصل حجمه حوالي عشرة او اتناشر سنتي بتبتدي ان هو يفتح زهرة وتفضل الزهرة مسكة فيه ما بتقعش او بالمنظر اللي احنا شايفينه هو تبتدي بقى الورد بتاعها ينشف بعد الكوز ما يوصل مسلا خمستاشر سنطي او عشرين سنطي اهو زي ما انتم شايفينه هو موجودة اهو نشير كل الورد الناشر في كل الحاجات الزهرة دي اه ناس بتتكلم على التسميت برضو يا جماعة نحاول ان احنا اه ما نحاولش ان احنا نحط اللي هي المطارات او اليوريا ممكن نحط المطارات مرة او مرتين ما نكترش اه خمسين كيلو اه لمسلا لو عندنا فقد ده ممكن نحط له ميت كيلو او خمسين كيلو ما فيش مشكلة ما نزودش عن كده نحاول نخلى الراي بتاعه برضو يكون اه في الصباح الباكر او اه اخر النهار ما يكونش في الحر والراي اه كل عشر ايام او على حسب اه جودة التربة عندي كان اه صرفها جيد كل عشر ايام صرفها مش كويس كل خمستاشر يوم هو طبيعي اخره في شهر تسعة بعد كده ما بشربش يعني اول شهر عشر كده نبتد ان احنا نمينا عمم مي لان بيكون ابتدى الجو يشتي ومش محتاج طبعا ده اه التيلة بتاعته مش هالله كويسة يعني ممكن ازبوها كده وتقفع احجاب برضو الحمد لله كويسة نحاول نخلى بالنا من الفحار يا جماعة انا اتكلمت وعملت حلقة على حكاية الخلطة بتاع سام الفحار ده لو انه بيهيش التربة واحنا معنا الليف ده ما بيحبش الارض الهيشة يعني عايز ارض سابتة والفحار ده هو بيمشي يفخر تحت التربة معنا فبيبطع الشعيرات بتاع الليف معنا اه نحاول نحط برضو اه مطاراتنا شادر اه زلفاتنا شادر انا اسف اللي هو الملح اه برضو بمعدل اه نتكيل الفدان وده بيكون في شهر تسعة نحاول نرمو الصوبر والملح دول في شهر تسعة ما نرموشي في البداية يعني لان نجيه بالبحر اه الميزة بتاعتهم بقى في الملح والصوبر من هما بيخلوا التيلة بتاعة الكوز الليف معانا متماسكة جمدة يعني ما نجي نقطعه ونقطعه ونقطعه في الماية ونجي نطلعه عشان اه تاجي ليغضع ونستخدمه بتكون اه الليفة معانا قوية ده بتقومها مرغوبة في في البيع وفي الوقت التاني ان هي تعيش معاك يعني واحد خد ليفة يستخدمها ممكن تقعد عنده سنة اه ما تدبشي طبعا ما شاء الله بنزل شوية طحر وين اه كل ما بيتدي الجو يطرح هيرم معانا طرح الناس اللي هي زرعة بدر ومفيش سمار عندها اه ده برضو من الحرارة جماعة واللي بين شاف ده من الحرارة اه من ناحية اه ان احنا الناس بتقول لك ده بياض لا مش بياض احنا شايفين ما شاء الله الزرع كويس اه طبعا الورقة اللي شايفينها نصها صفر ونصها اه ضرع ديا اه ده بتبع الورقة اللي هي مسنة في الشجرة معانا او بتكون اول ورقة اطلعت معانا في الشجرة اه هنتكلم برضو على الضبور نزل للسنة دي الضبور ده فيه ناس بيقولك فيه نقطة صبرة كده في الكوز ده بيوب دبور والدبور ده عمل زي شابه النحلية كده جماعة مش الضبور اللي اقدر فيه ناس بتفتكروا الضبور اللي هو اللي اقدر الفرفار اللي هو موجود اه في اللوجي معنا وفي الزرة والحاجات ديا. لأ. ده دبور وكده بيلدع الكوز بيبيض. على فكرة الديدان اللي انتم شايفينها ديا بعد فترة بتبقى بتفجس وتبقى ده ببير معنا. ونحاول ان احنا اول ما نلاقي حاجة زي كده لان الكوز خلاص باز. مدام الدبور ده لادعه. خلاص بيبيض فيه. بيعفن بالشكل انتم شايفينه ده اولا نحاول نشيله ونعدمه بره المزرعة خالص. ما نصبوش موجود. اه لان ده طبعا خطر ونحاول ان احنا نرشره اه لمبادة او الباشة. كلنا عارفين ان الباشة ده هو حشري وده هو اللي بيض عليه. وان شاء الله انتظرونا في البدايات القادمة. وتنسوش الاعجاب والاشتراك في القناة واجهيكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.